السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كيف الحال والأحوات منكم تكونوا باخر وعلى خير ميقصكم تشفر اليوم أخوتي إخواتي موضوعنا وموضوع مهم اليوم غادي نتكلم وفاهم يفهم غادي نتكلم نكون جدية معكم صراحة وغادي نقول دك شي اللي كنحس به دك شي اللي شفتو دك شي اللي حل العقل ديالي وغادي نقول لكم الحقيقة وخسكم تفهموا الحقيقة وكانت من هذا الفيديو هدا يعني من اللو والأخر تشاهدوا يكون بعض النقاط مهم من فلوسط ديالفيديو أو ربما في الآخر ديالفيديو وما الفيديو هدا من اللو والأخر تشاف لأجازكم بخير وكما أنا غنطر رائي ديالي وغادي نقول دك شي اللي كنشوف تنسوا ما محقكم تعتور رائي ديالكم وانا كله أداني صاغية خوتي إخواتي غادي نتكلموا على القضية ديال اللايف الليلي غادي نتكلموا على شن ما كان فيه غادي نتكلموا على الضرف الأعراض غادي نتكلموا على المجزرة الإنسانية غادي نقول لكم عمر كي بقى الأسد وأساد والأسود وأسود والكلاب وكلاب أنا ما كان نقولش زيما شي وحيد كالب اللائس كان أعطيني المعنى ديالأشياء كان أعطيني المعنى ديالأشياء فقط وقد كن في واحد فيديو نحن لا نضوخ وإذا كان واحد الشخص غادي نتاقم واحد الطرف اللي عنده ومعه مشكل على الطريق ديالنحنا فغادي نقولوا لا وإذا كان واحد الشخص غايت يحب قيمتنا وغاي بينا أن نحن أشخاص ضعافة فغا نقول لكم لا فإحنا أقوى من هذا التفكير هذا إحنا كما نقوي على نفسنا الجيش الحق إحنا ضد الظلم إحنا ضد الأعراض أنا مني سيكون واحد الموطع الناجس ما خصنيش ندخل لي له لأنه إذا دخلت له ستبطل للوضوء ديالي فهنا غادي نتكلم بصارح العبارة واللي بغاوغا واللي كراه كراه وغنكون منطقية وهذه مجرد غيرها عليكم وعلى أنفسنا وغيرها للطرف اللي إحنا كندفعوا عليه وإذا كان شي مصالح فإحنا أقول لكم يالله مع ألف سلامة نمشي بحنا وغخلوا كل واحد يتصالح مع ابن مبغا ويتنازل مع ابن مبغا ويتسامح مع ابن مبغا ما غادي نكونوش إحنا شي واحد اللي غايتحكم في شي شخص فعلا إحنا ما كنتحكموش في الناس ولكن غيرها على نفسنا وعليكم لأننا نتوما هما إحنا وإحنا هما نتوما غادي نرجعوا غادي نتكلم في القضية أننا غادي نرجعوا نتحاولوا مع بعض الأشخاص كينبعد الناس اللي ما معهم شي لغات الحوار ما نتنقش معهم لا بإحترام ولا بقلة الإحترام ما نسبوه نقدف فيهم ما نعطيهم حقهم ما نتهود معهم ما نتنقش معهم لأن الشخص قال لك طبع كيغلب التطبع واللي رخيص كيبقى دائما نرخيص واللي خائن كيبقى دائما خائن واللي ظالم وكييتمادى في الضمل كيبقى دائما ظالم فنكونوا حقا نين ومنطقين اللي خون مجمعته قادر يخون ناس أخرى واللي خون أصدقاؤه قادر يخون أي واحد فالحقيقة هي هذه إحنا ولا يكون عنا نزاعات مع الأطراف الآخرين ولا يكون عنا عدم تفهم ولا يكون عنا عدم الحوار في المستوى مع الطرف الآخر ولا يكونوا تشنجات واختلافات ولكن إحنا هذه الاختلافات هذه من بيناتنا ما يخليونيش يعميونيش ما يعميونيش للبصيرة دينا أن يبينون الحقيقة لأشخاص فاشغل نعرفو واحد الإنسان اللي عنده مبدأ ولو نكون كنختلف معه فاشغل نعرفو واحد الإنسان غدر غدر هو اللي غدر واشغل نعرفو واحد الإنسان خائن هو اللي خائن هذه هي الحقيقة اللي يخصكم تعرفوها بمعنى احنا غندخل أنا نتحاول مع احد شخص اللي ما عنده لغات الحوار النقطة اللولى ثاني حاجة من اللي نلقي عليه السؤال خصو يجاوبني هذه النقطة الثانية ويتحاول معي ذلك السؤال ويعطيني جواب ويكون جواب مقنع وبإحترام فأنا بني غنجين دفع لواحد طرف ديالي ما غدر محيش عن واحد شخص اللي هو ظالم اللي كانت عنده في المنص صدير مجزرة إنسانية قلت لكم وغنعود لكم مجزرة أخلاقية اللي نضربو فيها أمهات اللي نضربو فيها أعراض اللي نضربو فيها نساء مغربيات مسلمات اللي نضربو فيها أطفال أبرياء اللي كانت كتطلع منه صب الناس مشي في الواعي دياله وكانت كتسب ودقدف وكانت كتتخرج أخبط الألفاز فاليوما أنا ما يشرفش ندخل نسمى وما يشرفنيش أني نلقي السلام على ذيك البشار بحل هيداك وما يشرفنيش أني نتحاور مع ذيك البشار هيداك واشهد النوع ديالباشا شن ما في أي دا غيرتكم في نظر ديالكم واش غيرتكم دليل فمو الساحل غيرتكم دليل واش غيريخرج يقول كلمة الحق مما كينت ما غيري إيديك أن غيريقول كلمة الحق وش هادة الحق فما غيرينتظرش يتدخلوا عنده الناس ويحاوروه النهار اللي غير أنوو الإنسان ضامر دياله وغيريشو أنه فعلا نظلم أول حاجة قبل ما يعطينا الدلائل يطلع باعتدار أمورها عادي يعطينا الدلائل أمورها عادي قلنا كلمة حق وش هادة حق واحد إنسان بقي تابت في الكلام بقي كيلقب الناس بألقب لمشي الأسماء دياله إذا ش كد نتضره منه واحد الشخص اللي تافه في الحوار دياله إذا ش كد نتضره منه واحد الشخص اللي كلاف للحمد النساء حتى شبع ش كد نتضره منه واحد الشخص اللي طلع ناس كتظلم في ناس أبرياء ذيك شي اللي كيتقال فيهم كامل ظلم هو متأكد أنه هو ظلم وش يعقل أنه واحد لما لغا تمشي معه 16 درجال في الساعة واحدة وش يعقل أمرة مزوجة عنده رجل يعني يجمعهم لألفة والوليدات والحلال يا رسول الله وكيقل بأنه عنده عاشق وبأنه ذيك الشخص كيطلع يقول أنا العاشق دياله و أنا اللي كتكتجين عندي و أنا اللي هربت معايا و أنا و أنا و أنا اليوم أنا ميشرف لماذا ندخل بك المكان ناجيس في نظري أنا و كانت نطف نظركم و كانت نظر تهديم و غايت شاركوا معي الرأي أنا من اللي مبغي نوصل الصوت ديالي و نصطف المنصة ديالي و المنصة ديالي بمعنى ما كانت تكلمشي لا أنا حياة لا منصة ديالي هي ديالكم منصة ديالي هي ديالكم أن ننطلعو حنا مجرد كان قوله سيكون واحد تمييز ما بين طرف وطرف اللي إحنا يا حبينكم على ذيك الأخلاق اللي فيكم على ذيك الحوار الراقي اللي فيكم على أنكم تما ضد ضرف الأعراض ضد قد في المحصنات ضد ضرب الأبرياء ضد الظلم فغادي نطلع و نعطي و نعطي نعطي درس في الأخلاق للطرف الآخر نسمي الأشياء بمسميتها و نتكلم بالقانون و نتكلم بالشريعة و نتكلم بالمنطق و نطلع نعطي رأيه و ما نكون شي ضالما و ما ننخرش آتم Mais لم? لأن أنا قدو أعطي رأيه قدو أعطي رأيه من المنصة اللي كان منصة خبيتة كانت منصة مليئة بالدماء كانت منصة مليئة بالأعراض كانت منصة مليئا بالدموع كانت منصة مليئة بالخبط والظلم والبهتان أنا مني ندخل الى اللايف و ستحب بيه و س種هب علي المنصة و اعطي إليه الحق لا يخل unp eje دخول ولكن لا ينطلعبش منصة واللي بغي يقول الشراء ديله يمشي يقوله افتسع باش اني ندخل يبقى كذلك يتجاهلني وكذلك يبقى ثابت على ان الشخص اللي انا كندفع له انه هو ظالم وهو عرفه انه هو اللي ظالم وعرف بان ذاك الانسان مظلم وعنده حقائق ملموسة انه مظلم مجرد لعبة الاطسنس مجرد لعبة الاطسنس مجرد مصصين الدماء باش يعني كيمتصوا الدماء باش كيعيشوهما فانهنا ما يشرفنيش اني نتحاور مع الشخص اللي ما كيعطينيش قيمة ما يشرفنيش اني نتحاور مع الشخص اللي ما يطلعش ويحترمني ويعترف بالمحتوى ديالي ويعترف بالطريقة اللي كانت تكلم بيها ويعترف باني فعلا على حق ويسميني باسمائي او سمي الاشياء بمسمتي ويضرب الرقي والاحترام هذا هو اللي انا نعطيه وقتي ولي نعمل عليه فيديو ونعمل عليه لايفات ونرد عليه ونتناقش معه ونتحاور معه وبيه ادب وبيه اخلاق وبيه احترام وبيه رقي فهنا كنقلكم ما عمر اكل لحم البشر غادي يكون انسان ما عمر الكلب غادي يكون اسد فهنا غادي نقول للكم وغادي نعود للكم وهذا ميصاج للكم وانتو ما كتعارفو وانا تكلمت عن دكش اللي كنحس بيهن داخل بغيتو ولك راتو انا ما غا نكونش منافقة وانا ما غا نلحش انا تجمعت معكم لا حب لا مودة لا كلمة الحق تجمعت معكم لا للغدر لا للخيانة بقد تبت على مبدأي وتبت على منهجي وتبت على قضيتي فهنا غادي نقول لكم عندنا فعلا نكونوا يد واحدة ونكونوا صامدين ونفسنا عزيزة علينا واللي دركم درنا واللي درنا دركم وانكم انتم ماشي متتبعين تم خدنا والأسرة دينا التانية الأسرة الكبيرة اللي كان بكيو وكان بكيو مع بعضيتنا وكان فرحو وكان فرحو مع بعضيتنا وكان تناقشو وكان تناقشو مع بعضيتنا وقد دفعوا لنا وقد دفعوا لكم هذا هو اللي جمعنا بكم جمعتنا كلمة الحق جمعتنا للظلم جمعتنا حب لوجه الله الكريم كنتمنى يكون وصلكم ميصاج ديالي كنتمنى يكونوا حسيتوا بيا كيفاش كانت تحاور معكم وصلكم الإحساس ديالي اللي أنا كانت تكلم به أخوتي أخواتي كان حبكم في الله كنتمنى أن هذا الفيديو تبرتجان عند الأصدقاء ديالنا والخوات ديالنا وما تبخشينا باللايكات وحفزونا التعليق وأنا رهن الإشارة ديالكم كنتمنى كنتمنى إذا كنت خطأ خليوها للتعليق إذا كان عندكم شي فكرة خليوها للتعليق رهن القانة مش ديالي قانتكم وأنا وحدة منكم وناختكم بغيتو لك رهتم أخوتي أخواتي دمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتق